أجمل ما في بلدنا الفلاح المصري الفلاح المصري كان دايماً في الصفوف الأولى للدفاع عن أرضه دوره كان أساسي في تأمين احتياجات البلد الغذائية في مواجهة أي خطر بيهددها بالجوع عشان كده استمراره في الزراعة هو اللي حمى البلد دي في أصعب ظروف النهاردة مع حضراتكم حنحتفل ونتكلم عن عيد الفلاح الـ 72 العيد اللي احنا بنحتفل به في كل يوم 9 سبتمبر وبدأ الاحتفال به سنة 1952 وقتها لو حضراتكم فاكرين صدر قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة يوليو القانون ده الحقيقة غير من حياة الفلاحين تماماً كان بداية لتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين وبداية كده لتحقيق العدل في المجتمع المصري كان ليه تأثير كبير جداً على قطاع الزراعة في مصر خمس فلادين دي واحد من الأغاني اللي كانت بتتغنى ويمكنت ربينا وسمعناها طول عمرنا بالإضافة الأغاني كتير تانية اتكلمت عن الفلاح خطوة فعلاً توجد مشوار طويل من المجهود والتضحيات والشقة والتعب اللي قدموا الفلاح المصري من وقتها وتاريخ الفلاح مليان تحديات ومليان كمان إنجازات زي ما كنت بقول يمكن الدراما والأفلام والأغاني كانت دايماً بتبين حياة الفلاحين زي مثلاً فيلم الأرض وفيلم دعاء الكروان وطبعاً أغاني كتير اتغنت للفلاح واسبعناها وكانت مرتبطة عندنا كمان ببعض المواسم زي مواسم الحصاد وبرغم التطورات ده اللي شفناها في سنين لكن نقدر نقول إن فيه طفرة كبيرة جداً وتكنولوجيا دخلت في حياة الفلاحين دلوقتي عندنا طرق حديثة في الزراعة عندنا رأي بالطنقيد استخدام أسم ده مطورة حاجات كتير هدفها الأول دعم الفلاح وتحسين معيشته وتسهيلها كمان صحيحة منا من الأغاني والدراما لجسدة حياة الفلاح المصري للتاريخ لو قلبنا كده كتب التاريخ هنكتشف إنه من الثابت تاريخياً إن الفلاح المصري كان ليه أدوار مهمة جداً ومحورية في كثير من الأحداث اللي مرت بتاريخ مصر خلال الفترة الماضية هو اللي خاض معارج كتير جداً معارج ضد الاحتلال ضد الإقطاع والآن أو في الفترة الحالية القطاع الزراعي كلنا واخدين بالنا أنه ليه دور كبير جداً في الاقتصاد المصري بلغة الأرقام كده القطاع الزراعي في مصري حالياً بيشكل حوالي 14.7% من إجمالي الناتج القوم بيشتغل فيه حوالي 8 مليون و 500 ألف شخص ما فيش شك أن الدولة المصرية بتهتم بشكل كبير جداً بدعم الفلاحين زي ما شفنا مثلاً في زيادة التمويل للمشاريع الزراعية كمان تطوير مراكز تجميع الألبان الكلام عن الصناعات الزراعية القرارات الرئاسية اللي صدرت خاصة بإعفاء المزارعين المتعثرين من سداد فوائد الغرمط طبعاً عندنا كمان تفعيل منظومة كارت الفلاح وتحويله لكارت ميزة المالي ودي طبعاً خطوة مهمة جداً في اتجاه تحقيق الشمول المالي يمكن نقول أن الاهتمام بالقطاع الزراعي وبالفلاحين باين في كل المبادرات وفي كل الخدمات الجديدة عشان كده احتفال مصر بعيد الفلاح كل سنة بيبقى تكريم له على جهده المتواصل عبر آلاف السنين لأن طول عمرنا احنا عارفين أنه مصر طبعاً في البداية كانت دولة زراعية قبل ما تبقى دولة متعددة المصادر وطبعاً احنا بنتكلم عن أن فيه دور كبير الفلاح بيلعبه في التنمية الاقتصادية وفي تحقيق الأمن الغذائي لنا والبلد صباح الخير كل سنة وكل فلاحين مصر طيبين نصبح على حضراتكم صباحكم كله خير وهنا ورزق صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة